كنائس أوروبية أغلقت أبوابها، نتيجة قلة الاهتمام بها، لتتحول بعد ذلك إلى مساجد ودور عبادة للمسلمين. عشرون كنيسة تغلق أبوابها سنوياً في المملكة المتحدة، أما في الدنمارك فقد أغلقت مئتا كنيسة مع حلول منتصف العام 2015، بينما أقفلت 515 كنيسة في ألمانيا خلال الأعوام العشر الأخيرة. القائمون على الكنائس الكاثوليكية في هولندا يتوقعون إغلاق ثلثي الكنائس في البلاد البارغ عددها 1600 كنيسة خلال الأعوام العشرة القادمة. إحصائيات تتوقع ببلغ عدد المسلمين في أوروبا إلى ثمانية وخمسين مليون مع حلول العام 2030. وبينما يتراجع اهتمام المسيحيين الأوروبيين بكنائسهم، يشهد عدد المسلمين في القرى نمواً سريعاً، وذلك حسب دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث الاجتماعية. فالمركز أن تزايد عدد المسلمين في العديد من الدول الأوروبية يولد الحاجة إلى المزيد من المساجد. الأمر الذي دفع بالمسلمين إلى شراء الكنائس المعروضة للبيع نتيجة أعبائها المالية. وتتصدر ألمانيا قائمة الدول الأوروبية الأكثر بيعاً للكنائس. وتعد كنيسة دورتموند يوهانس أبرز تلك الكنائس التي اشتراها الاتحاد الإسلامي التركي قبل عشرة أعوام. حيث تم إطلاق اسم جامع مركز دورتموند عليها وتبلغ مساحته 1700 متر مربع. وتأثير